نور من العلم يستهديه يهديني غيم من الفكر يستسقيه يسقيني أمدت مني سؤالا نحو طلعته حتى جرى النور في شرح وتلقيني هنا سنعمر دنيانا ونسلحها ونعتني الخلد حيث الفقه في الديني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد فالسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء أراد الله تعالى لهذه الأمة ولهذه البشرية جمعا أن تسير على منهج قويم يحفظ لها السعادة ويحفظ لها الهنى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى وعبر أنبيائه الكرام كانت البشرية تتلقى المنهج الإلهي وفق الظروف والزمان الذي تعيش فيه وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالرسالة الخاتمة حمل هذه الأمة أمانة الدعوة وضرورة أن تكون فاعلة في كل جيل من الأجيال والتزم المسلمون بذلك إلا أن وطيرة الحياة تقدم في كل يوم ويكشف العصر عن كل جديد ويبقى على الداعية أن يتفاعل مع هذه المتغيرات ولكن كيف يتفاعل معها وما هو المطلوب منه وما هي السبل والأساليب التي لا بد أن يتبعها حتى يكون داعية عصره بالفعل هذا ما نناقش فيه بحول الله تعالى سمحت الشيخ الجليل العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفترعام للسلطنة راجينا منكم أن تشاركوا بدوركم عبر الأرقام التي ستظهر على الشاشة بين الحين والآخر في هذا الموضوع المهم خاصة ونحن نعيش متغيرات كثيرة ومتسارعة ويقفز إلى الساحة مجموعة من الناس كل يتكلم بما لديه من علم ومعرفة وقد لا يكون ذلك صحيحا بالضرورة إلا أن الجرأة على أن يقدم كل إنسان ما لديه جعلت من خطوط الدعوة بالأحرى تتقاطع مع بعضها نرجو أيضا أن تشاركوا عبر مواقعنا على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى الفيسبوك والتويتر فأهلا مرحبا بكم أهلا مرحبا بكم سمحة الشيخ وأهلا وسهلا ومرحبا بكم رزاكم الله خير سمحة الشيخ نستفتح بهذا السؤال التحفيزي بداية ما أهمية أن يكون المسلم داعيها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الإسلام هو الدعوة والدعوة هي الإسلام إذ الإسلام أن يسلم الإنسان وجهه لله سبحانه وتعالى ويطهر سريرته وعلى نيته ويقوم ظاهره وباطنه حتى تكون كل خلية من خلايا جسمه وكل نبضة من نبضات قلبه وكل حركة من حركات أعضائه أعضائه مستجيبة لأمر الله وتفاعلة مع الحق وهذا بطبيعة الحال يقتضي أن يكون الإنسان مصلحا لنفسه وساعيا إلى إصلاح غيره فلابد من أن يسعى إلى إصلاح غيره كما أنه يحرص كل الحرص على إصلاح نفسه والمسلم لا يكون مسلما حقا إلا عندما يجعل نصب عينيه ومن أوجدانه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن الله سبحانه وتعالى ما هو سبيله عندما قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين والله سبحانه فرض على هذه الأمة أن تكون أمة دعوة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون من معروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا يعني قوله ولتكن منكم أمة أن هذا الأمر يجب على بعض الأمة دون بعض وإنما ذلك يجب على جميع الأمة وإنما معنى الآية الكريمة كونوا أمة هذا الشأن وعنى فهذا من باب التجريد كما يقول الله سبحانه وتعالى في النار والعياذ بالله لهم فيها دار الخلد مع أنها هي عينها دار الخلد وكذلك ولتكن منكم أمة أي كونوا أمة هذا الشأنها وإنما في هذا حفز لهم من الناس جميعا أن يتسابقوا في هذا النظمر وأن يحرص كل أحد على أن يبز الآخرين ويسبق الآخرين في الدعوة إلى الله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وبهذا تتميز هذه الأمة فإن الله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرية للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قدم الحق سبحانه وتعالى الأمر من المعروف والنهي عن المنكر قبل أن يذكر الإيمان ذلك لأن الإيمان نفسه إنما يحافظ عليه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد بيّن سبحانه وتعالى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أهم أمر تُعقد عليه الرابطة التي تربط بين المؤمنين والمؤمنات وتشد بعضهم إلى بعض وأهم مناط يناط به ويآم الأمة وألفتها وترابطها وصفاء قلوبها وحب كل واحد منهم للآخر ما يحبه لنفسه فإن الله تعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والولاية هي رابطة تشد الذين يتولى بعضهم بعضاً تشد بعضهم إلى بعض حتى يكونوا جميعاً لحمة واحدة وسداتاً واحدة يكونون جميعاً متآقين مترابطين متراصين كما يصفهم الرسول بقوله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه أضن تدعى له سائر الجسد بالحمة والسعر وهذا يعني أن المؤمنين والمؤمنات إنما يجب أن يتولى بعضهم بعضاً ولكن ما هو قوام ولايتهم لبعضهم البعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيئون الله ورسوله فمن استجمع هذه الخصالة بأسرية كان حقيقاً بأن ينخرط في سلك ولاية المؤمنين لبعضهم بعض لأنهم أخذ بالحجزة حجزة الإيمان واستمسك بأروته الوثقة وتبع نهجه الرشيد وعلى أي حال حسبنا أيضاً ما نرى في كتاب الله سبحانه وتعالى من أن الله أز وجل حكم على الجنس البشري جميعاً بالخسران إلا طائفة استثنها جمعت بين أربع خصال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالله سبحانه وتعالى ذكر بأن الذين ينجون من القسران هم الذين آمنوا وضموا إلى إيمانهم العمل الصالح الذي يترجم حقيقة هذا الإيمان ويجلي جوهره ويكشف عن طبيعته وبعد ذلك التواصل بالحق والتواصل بالصبر التواصل بالحق لأنه لا بد من أن يسعى كل أحد إلى إصلاح الآخرين لأنه لو ترك الآخرين وفسادهم لأسرع ذلك الفساد إليه فإن الإنسان من طبعه أن يتأثر بالمحيط الذي حوله فلذلك يحرص المسلم على أن يكون المحيط من حوله كله محيطا نظيفا بحيث لا تسري إليه أدوى من أي أحد كان أدوى فساد وانحراف وخروج عن الحق بل يحرص على أن يكون الجميع بخير ولأجل هذا قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في آية التوبة على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وما ذلك إلا أن نفس إقام الصلاة وإيتاء الزكاة يحافظ عليهما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلذلك كانت ضرورة التآمر بالمعروف والتنهي عن المنكر لأن كل جزئية من جزئيات الدين إن لم يكن هناك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر أسرع إليها الفساد من فساد المفسدين من حول المتدينين فيجب على المتدينين جميعا أن يحاولوا إصلاح هؤلاء المفسدين وهذا أمر يستوجب الصبر ولذلك كان التواصل بالصبر أيضا لا بد منه كما يقول الحق سبحانه وتعالى على لسان عبده دقمان عليه السلام وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن أزم الأمور نعم نزاكم الضاخر سمحة الشيخ نأتي الآن إلى عنوان الحلقة المتعلقة بالتغيرات التي يشهدها العالم ويكون الداعي جزءا من هذه المتغيرات تتغير أنماط الحياة سمحة الشيخ وتتغير معها نظريات الكثير من العلوم الإنسانية والعلمية فهل ترون ضرورة أن تترافق مع هذه التغيرات تغيرات في شخصية المسلم ومالصورة التي تريدونها أو تريدون شخصية المسلم أن تكون عليها نعم المسلم يجب عليه أن يكون ابن زمانه يؤثر في زمانه ويتأثر به فالمسلم لا يخرج عن البيئة التي يعيش فيها ولا يخرج عن المحيط الذي يحيط به ولا يخرج عن حال الكون في وقت حال العالم كيف يكون هذا العالم الأصور تختلف وتتعدد فيها الثقافات باختلاف ظروفها وباختلاف أحوالها فثقافة اليوم غير ثقافة الأمس ولا يعني ذلك التأثير على الثوابت الثوابت تبقى ثوابت لا يزعزعها شيء الإيمان يبقى كما هو لا يزعزعه أي مزعزع العمل الصالح يبقى كما هو لا يزعزعه أي شيء العبادة يجب أن تكون كما هي خالصة لوجه الله تبارك وتعالى لا يشب صفاءها أي شيء وكذلك الاستقامة والأخلاق هذه الجوانب كلها يجب أن تكون ثوابت ولكن مع ذلك هناك وسائل الوسائل تختلف عن الغايات الغايات تبقى كما هي نحن نرى أن الله سبحانه وتعالى يقتضت حكمته أن يرسل إلى كل أمة رسولا يتحدث إليه بلسان قومه لأنه يدعو قومه وكذلك بالنسبة إلى الثقافة فإن كل رسول يعرف المحيط الذي يعيش فيه ويخاطب الناس مسحوبة بآية تتناسب مع الثقافة السائدة عند الناس عندما جاء إبراهيم عليه السلام لإبطال عبادة الذين يعبدون الكواكب ويعبدون النيران ويعبدون كانت آيته البينة بطلان أثر النار بحيث أمرها الله سبحانه وتعالى أن تكون بردا وسلاما بعدما أوقدت له وألقي فيها كانت بردا وسلاما فكانت في ذلك آية للذين يعبدون النيران ويعبدون الكواكب النيرات بأن هذه كلها إنما هي من صنع الله لا تستطيع أن تفعل شيئا هي بنفسها موجهة هي مصنوعة وما يوجد فيها من طبيعة إنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى فإحراق النار إنما يكون بأمر الله عندما يريد الله سبحانه وتعالى أن يعطل النار عن الإحراق تتعطل فالأسباب لا تفضي إلى مسبباتها إلا بأمر الله سبحانه وتعالى كل سبب إنما يفضي إلى مسببه بأمر الله وعندما يريد الله سبحانه وتعالى تعطيل هذه الأسباب فإنها لا تفضي إلى شيء من مسبباتها لما وقع ذلك لهذه النار التي تعطلت وموسى عليه السلام بعث في مجتمع كان معنيا بالسحر ومعنيا بالسباق في هذا المجال فكانت آيته التي جعلها الله سبحانه وتعالى شهيدة على صدق نبيه على صدق نبوته كانت هذه الآية مبطلة لسحر السحرين بحيث أدرك أولئك السحر أنها ليست من السحر في شيء وإنما هي أمر خارج عن المألوف لا تقوى عليه ملكات البشر وإنما هي من أمر واهب القوى والقدر الذي يقول للشيء كن فيكون وكذلك آية أيسى المسيح عليه السلام كانت المعجزة التي تبين من خلال هذه الأطباء أنها ليست من الطب في شيء لأن أيسى عليه السلام ولد في أهد الإمبراطور أنطنيوس الذي كان يحكم منطقة الشرق الأوسط أو هذه المناطق الشام والمناطق المقدسة في بلاد الشام كانت هذه المناطق محكومة بقوة الإمبراطورية الرومانية وكان الإمبراطور أنطنيوس في ذلك الوقت وفي ذلك الوقت كان الروم والفرس يتنافسون في أمر الطب والمهارة الطبية وعلوم الحكمة كان يتنافسون في هذا المجال وكانوا بلغوا شأوا بعيدا وعرفوا كيف تعالج الأسقام والأمراض ويمكن أن يقضى عليها ولكن إسى عليه السلام جاءهم بما أوقفهم حيارة جهة هذا الأمر حيث إنه أتاهم بآية يعجزون عن الإتيان المثياء جاءهم بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموت إبراء الأكمه والأبرص ما كانوا قادرين على أن يبرئوا الأكمه الذي خلقه الله تعالى بلا عينين بل لا أثر العينين في جبيني أو في جبهتي أو في وجهي والأبرص الذي بلي بهذا المرض الجلدي والعياذ بالله من الذي يعالج عن ذلك؟ الله سبحانه وتعالى أرسل إيسى عليه السلام بإبراء الأكمه والأبرص ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل كان كذلك يحيي الموت من تيقن موته يأمره بالحياة فيحيى بإذن الله هذا بجانب أنه كان يخلق من الطين كهيئة الطير فينفق فيه فيكون طيرا بإذن الله هذه من آيات الله تعالى التي يعجز الألم عن تحقيقها وإلى الآن الألم عاجز عن تحقيقها فتبين بهذا أن هذه الآية هي من عند الله سبحانه وتعالى وكذلك بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ياء في المجتمع العربي واجه العرب بما كانوا يفاخرون به ويتبارون في مضماره كانوا يتفاخرون بفصاحة ألسنتهم فإذا به يمسكهم من هذه الألسنة ويقودهم من هذه الألسنة قادهم النبي صلى الله عليه وسلم من ألسنتهم إلى معرفة هذه الحقيقة التي جاء بها معرفة الحق ومعرفة الآية الكبرى ثم مع ذلك هذه المؤجزة تبقى مؤجزة أبرى التأريخ أبرى الأيام وتطوراتها وأحداثها حدث ما حدث وحصل ما حصل كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بؤث في مجتمع أشبه بالمجتمع البدوي ولكن كان محاطا بالأمم المتحبرة كان من جهة الشمال كانت من جهة الشمال الإمبراطورية الرومانية ومن جهة الجنوب الإمبراطورية الفارسية ولكن مع ذلك كله أو من جهة الشرق والغرب ولكن مع ذلك كله عجز الجميع المباراة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي تشريعا محكم عجزت جميع ملكات البشر ولا تزالوا عاجزة إلى وقتنا هذا أن تأتي بمثل هذا التشريع مع أن عادة التشريعات التي تتولد عن أذهان البشر أو ملكات البشر هذه التشريعات تمر بتجارب نفسية واجتماعية ودراسات معمقة قد تبقى قرونا نفس التشريع الروماني هو وليد تقربة دامت ثلاثة عشر قرنا حصيل التقربة دامت ثلاثة عشر قرنا وهكذا التشريعات البشرية بأسرية ولكن لا تمر عليها فترة من الزمن إلا وتتبخض عن عيوب تتكشف عن سوءات ويبين عوارها ويظهر للناس فشل وهذا كما هو واضح في الراس مالية وفي الاشتراكية وفي جميع الأنظمة البشرية كلها فاشلة بقي هذا الذي جاء من عند الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يتحدى جميع هذه الأطوال كذلك من حيث الإخبار عن المغيبات ومرت القرون وإذا بها تأتي باكتشافات ألمية تبهر الأقول وتحير الألباب ومع ذلك كله يكون هذا الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم يتجلى إعجازه وتتجلى آيته كل ما حصلت التطورات عند البشر في الجانب الألمي والجانب الاكتشافات تصديقا لقول الله تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل من من هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنه في مرية مدقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط وبجانب هذا كله أيضا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت هناك ظروف وأحوال وملابسات القرآن الكريم ما أهمل هذه الملابسات وما أهمل كشفها للناس لماذا؟ ليكون المسلم ابن أصره مطلعا على ما يجري في أصره متتبعا لأحداث أصره يتابع الأحداث أولا بأول أراد الله تعالي هذه الأمة أن تخرج من القمقم الذي كانت تعيش فيه أخرى أرادها أن تخرج من ذلك المضيق الذي كانت فيه إلى فسيح العالم إلى فسيح الأرض والسماء إلى الرحاب الواسعة رحاب الكون ومن بين ذلك ما نزل من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم وإخبار المؤمنين بما آل إليه الصدام المسلح ما بين الدولتين الكبريين دولة الروم ودولة الفرز مع أن المسلمين في ذلك الوقت كانوا قل يعدون بالأصابع في المجتمع المكي كانوا مغمورين بالكثرة الكاثرة من المشركين ومع ذلك أيضا ما كان يعنيهم من هذا الصدام شيء إذ لم تكن لهم علاقة بدولة فارس أو دولة الروم إلا علاقة رحلتين الشتاء والصيف فقط ما كانوا واقعين تحت واحدة من الدولتين ولكن مع ذلك أنزل الله تعالى قرآنا يتلى في الصلوات وفي غيرها إلى أن يرث الأرض ومن عليها ينبئ الناس بما وصل إليه هذا الصدام وما سيأول الأمر من بعد كيف تتقلب الموازين رأسا على عقب وكيف يتحول الغالب إلى مغلوب والمغلوب إلى غالب أنزل الله تعالى غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلمون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد وهذا ما تعيز عنه ملكاتهم لماذا أنزل الله هذا القرآن يخبر المؤمنين بهذا إنما أنزله لأجل أن يربي المؤمنين على متابعة أحوال العالم وأن يكونوا أبناء عصرين ونحن إذا نظرنا إلى الأصر الذي نعيش فيه نجد أن الداعية يجب عليه أن يكون عارفا بثقافة الأصل يخاطب الناس بلسانهم اللسان لا ينحصر في الدغة حتى الأسلوب وحتى طريقة الاحتجاج وطريقة التعبير وطريقة الكشف وطريقة الأخذ والأطاء في الحديث يجب أن تكون مفهومة للداعية كيف يخاطب الناس بألسنتهم لو جئنا نحن إلى رجل مادي لا يفهم من هذه العلوم الشرعية أو من الخطاب الإيماني شيء إنما يخاطب بلساني نعم يخاطب بلساني وبطريقة يبين له من الناحية المادية يبين له مما أصبح الناس الآن يتنافسون فيه الجانب الألمي كيف يدل الجانب الألمي على الإيمان بالله سبحانه وتعالى فإذن العالم الداعي إلى الله ومن الضرورة بمكان أن يكون عارفا بهذه الجوانب كلها وملما بها إلماما واسعة سنناقش عدد من تفاصيل هذا الموضوع بعد المكالمات إن شاء الله معنا الأخت سامية الأخت رقية السلام عليكم ورحمة الله أهلا بك السلام عليكم وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس عندي سؤالي السؤال الأول عام ما هو دور المرأة الداعية بشكل عام والسؤال الثاني المرأة الداعية كيف لها أن تخاطب بنات جنسها البعيدات كل البعد عن نجالة الذكر بحجة شغلتنا أموالنا وأهلونا يعني حتى سبحان الله أدى هذا الأمر إلى عدم تفقها في أشياء كثيرة في تربية الأولاد في المعاملة الزوجية هذه الأشياء فصبح الله كيف للمرأة الداعية أن تخاطب هؤلاء النساء البعيدات عن هذه المجالس جميل شكراً جزيلاً لك الأخت أم علي السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام عليكم ورحمة الله فكيف توجيهكم لهؤلاء من يتاقر في دين الله مثال يعني موضوع من يدعي أنه يشي الناس بالقرآن العظيم ويقرأ تلماء ويبيع قارورة الماء بمبارغ ضاهظة الثمن ويدعي ما يدعي من العلوم والأسرار وللعلم يعني وهذا يعقيم وهذا الرجل ليس من أهل العلم والصلاح فأرجو حقيقة من سماحة الشيخ أن يبين يعني في هذه المسألة وقزاه الله خيراً وبارك الله فيكم شكراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً قزيلاً لك طيب الآن نكتفي بهذه المكالمات نعود مرة أخرى إلى موضوع ضرورة أن تكون تحدثتم سماحة الشيخ أن الداعي المسلم لا بد أن يتعلم فنون الدعوة وأن يخاطب كل إنسان بما تخصص فيه هذا يعني أنه لا بد أن يقرأ في تخصصات كثيرة وأن يتعرف على الكثير من مداخل هذه العلوم لا بد أن تكون عند ثقافة الأسر نعم لا يعني أن يكون يعني الداعية ما يلزم أن يكون متخصصاً نعم طبيب يكون داعية لكن لا يلزم أن يكون متخصصاً في الطب ومتخصصاً في الهندسة ومتخصصاً في اليولوجيا يعني لو كان الأمر كذلك لو لزم أن يدخل هذه التخصصات صحيح جميعاً وأن يتشبع من هذه العلوم جميعاً لا ولكن بحيث يكون عنده تصور عن هذه الجوانب وقادراً إلى أن ينفذ إلى من عندهم هذه التخصصات من خلال خطابه لهم جميعاً هذا بالنسبة لشخصية الداعية ولكن ماذا عن أساليب الدعوة في عصر تنوعت فيه وسائل عرض وسائل العرض من دعاة الشر بينما لا تزال وسائل الدعوة عند الدعية المسلم لا تتعدى المحاضرات والخطب وغيرها سمعنا لكم محاضرات من أوائل المحاضرات التي كنا نسمعها لكم وهو أن الشباب عرض لدعاة الخير ودعاة الشر نعم بماذا توجهون لكي تكون أساليب الدعوة أيضاً متناغمة مع تغير العصر نعم الكلمة بطبيعة الحال لها تأثير كبير والكلمة قد تحول تحول مجتمعاً بأسره من وضع إلى وضع أو تحول أمة من حال إلى حال الكلمة لها تأثير كبير خصوصاً عندما تنبعث هذه الكلمة ممن آمن بها حقاً كما قيل إن الكلمة لتخرج ميتة وتصل هامدة مهما تكون طنانة رنانة إذا هي لم تخرج من قلب يؤمن بها وليكون إنسان مؤمناً بما يقول حتى يستحيله وترجمة حية لما يقول وتصويراً واقعياً لما ينطق عندئذ تقري الكلمة كلها دفعة حياة لأنها تستمد حقيقتها من واقعها لمن من طرعينها وجمادها من حقيقتها لمن بريقها فعلى أي حال الكلمة لها أثر والكلمة هي حولت هذه الأمة من اليهلية إلى الإسلام ومن الظلمات إلى النور ومن الباطل إلى الحق عندما صدع النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة الحق في وسط ضجيج اليهلية وغلوائها ولم يثنه عن ذلك شيء لم يثنه ترهيب ولا ترغيب وإنما وقف موقفاً صابداً وهكذا يجب أن يكون يميع الدعاء لا يثنيهم الترغيب ولا الترهيب وإنما يشقون طريقهم إلى الأمام غير لاوين على شيء من التحديات التي يلقونها فهذه هي مسؤولية الدعاء ولكن هذه الكلمة كانت في الزمن السابق إما أن تصل إلى الأسماع وتلقية في الأذهان وتتغلغل في الأعماق حتى تغزو الفطرة وتحول الفطرة من حال إلى حال وقد تكون كلمة مكتوبة تتناقلها التروس جيلاً بعد جيل تكتب في هذا الكتاب ثم تنقل في كتاب آخر وهل مجرة تجددت أحوال تجددت وسائل تجددت ظروف يعني صارت هناك أيضاً تجددت أساليب صارت هناك القصة وصارت المقامة حتى عند المسلمين المقامة وكيف تؤدي هذه المقامة دورها سواء من الناحية الأدبية أو من الناحية الدعوية كيف تؤثر هناك مقامات يعني لها أثر في كمثل مقامات أبو القاسم مقامات الزمخشري مقامات دعوية ليست هي مقامات أدبية فحسب مع كونها قمة في الأدب ولكنها أيضاً هي قمة في الوعظ وغيرها من المقامات وأيضاً أساليب أخرى متنوعة الأشعار التي تتناقل ثم حصلت التطورات حصلت الطباعة والصحافة والنشر ثم دور المذياعة ثم بعد ذلك دور الوسائل الجديدة التي هي أسرع من البرق يتحدث إنسان في الشرق ويسمع من في الغرب وقد يرسل رسالة من الشرق إلى الغرب وتصر في أسرع وقت هذه الوسائل جميعاً لا بد من أن تستغل في الدعوة وتسخر من أجل الدعوة إلى الله وتفسير الناس بالحق وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتغيير حال الناس من الفساد إلى الصلاح ومن التشتت إلى الاجتماع ومن الضلال إلى الهدى ومن المغضاء إلى المودة والحنان والوئام الكلمة عندما تبث عبر هذه الوسائل تسل إلى الهدى وإنما أيضاً من الأهمية بما كان أن يكون أسلوب الكلمة له أثر الأسلوب الجذاب له أثر كبير الكلمة سواء كانت نثراً أو نظماً لها أثر في تحويل الناس من حال إلى حال كم من شطر بيت غير ناس من حال إلى حال من مفاهيم إلى مفاهيم أخرى ولربما كان شخص من أعطى الناس وأقساهم وأكثرهم تبسكاً بالدنيا وأكثر تجبراً واستكباراً في الأرض لكن تؤثر عليه الكلمة ويصبح هذا الرجل في حيرة من أمره كما يذكر بأن أز الدولة وعضد الدولة هم ابناء عم كان يتقاتلان ويتناحران فضفر أحدهما بوزير الآخر بأبي بقية وألقاه إلى الفيلة وداسته بأقدامها فمات تحت أقدام الفيلة ولما مات تحت أقدام الفيلة بعد ذلك كعادة الجبابر المتسلطين في الأرض نصب له جذعاً وصلبه في ذلك الجذع ليكون عبرة لغيره بلغه عن أحد رثاه وهو أبو الحسن الأنباري فلما بلغه أنه رثاه هاله الأمر كيف يرثى هذا الرجل فقاله أحد من الناس لا يزعج كذاك ماذا أسى أن يقول فيه ولكن لما بلغه الرثاء تمنى أن يكون هو المقتول المصلوب وأن يقال ذلك الرثاء فيه سبحان الله تمنى أن يكون هو المقتول المصلوب وأن يكون الرثاء قيل فيه فاتحة الرثاء علو في الحياة وفي الممات لحق تلك إحدى المعيزات كأن الناس حولك حين قاموا وفود نداك أيام الصلاة كأنك قائم فيهم خطيبا وكلهم قيام للصلاة مددت يديك نحوهم احتفاءا كمدهما إليهم بالهبات ولما ضاق بطن الأرض عن أن يضم أولاك من بعد الوفاة أصار الجو قبرك واستعاضوا عن الأجفان شوب السافيات لأظمك في النفوس تبيت ترعى بحراس وحفاظ ثقاتي وتوقع حولك النيران ليلاً كذلك كنت أيام الحياة ولما كان هؤلاء على مذهب الزايدية فإنه ذكر باستشهاد الإمام الزايد وكيف أيضا نصب نصب له جذة قال ركبت مطية من قبل زيد على ها في السنين الماضيات وتلك فضيلة فيها تأسن تباعد عنك تعيير الأدات ولست 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 بتربة فأقول تسقع لأنك نصب حطلها ثلاثي إلى آخر تمنى الصالب الجزار أن يكون هو المقتول المصلوب وأن يكون هذا الرتاء يقال فيه حسد أثرت في الكلمة كبيرة الكلمة لا تأثير تأثير كبير يعني فالكلمة البليغة خصوصا عندما تخرج من إنسان مؤمن بها يتفاعل معها ويصدقها بعمله ويزكيها بإخلاصه لا ريب أنها تؤثر أثرا طيبا في النفوس فالكلمة بقدر ما يؤديها الداعية مخلصا لله سبحانه وتعالى يكون أثرها كبيرا في نفوس الناس الحمد لله هناك من ينتظر على الخط نأخذهم وبعد ذلك نكتفي المكالمات إن شاء الله الأخت سامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعافاكم الله الله يبارك فيك تفضل أي أخت سامية سأذنكم لطرح بعض الأسئلة تفضل يتقلب واقع التاعية أن يكون ذا فاعلية عقبية واجتماعية ومهنية ولكن ما نراه في واقع لعاتنا الأكاري يسر الله أمرهم أنهم اجتموا بجانب التاعية العقبية أكثر من غيرها ونرى قصوان واضحة في الفاعلية الاجتماعية حيث يغيب عن مجتمعه العام والخاص فلا يعيش واقعهم بسبب ما يتجه إليه من أمر الدعوة كما نرى أن عند البعض من تقصير اتجاه واجبهم المهني فيستفي بما يرسر له ولأهله الضروريات هل تقصيرهم في الفاعلية الاجتماعية والمهنية من لوازن الدعوة ومن إحسان الأهل وغيرهم تقديره ما توجه سماحتكم لهم ولغيرهم هذا بالنسبة للداعية يتكرر المشهد الواحد من المنكر أمام الداعية ولكن في أحوال مختلفة فأحيانا يرى من يأتي بالمنكر في أهله وبيته وأحيانا يراه في الشارع حيث يغرب عليه الظن أنه لا يراه إلا في تلك المرة فيقف الداعية حائرا فيما يسع السكوت عنه وما لا يسع هنا إذا سكت الداعية في الموقف مثلا الموقف الذي رأاه في الشارع عند الناس الغرباء أو الذين ربما لم يصادفهم إلا في تلك المرة هل يدخل في أموم الآيات في سورة النائدة كما قال الله سبحانه وتعالى نعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عفوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن المنكر فأدوه سبس ما كانوا يفعلون نعم طيب أحسنتم بباكم الله شكرا جزيلا الله يبارك فيك لأخت أم عمر السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم الله بركاته أهلا بك لأخت أم عمر تفضلي أستاذبكم طرح سؤالي تفضلي يقدف الداعية أمام جمهور تختلف مستوياته يعني البعض منهم مهزوز العقيدة البعض زاله قليل في الأحكام الشرعية فيما يتعلق بالعبادات البعض منهم على مستوى من الثقف الدين ماذا يجب على الداعية في حق هؤلاء الذين يلصل إليهم هذه الدعوة نعم عندي سؤال آخر لا أحسنت شكرا جزيلا الله بارك بارك نقف قليلا مع هذه الأسئلة سمحت الشيخ وبعد ذلك هناك مجموعة كبيرة من الأسئلة تتعلق بمتغيرات العصر وموقف الدعية من الضرورة أن تبدد هذه الحلقة أو لتكون الحلقة التالية إن شاء الله في نفس المدى تابع لها إن شاء الله بحول الله سيكون ذلك الأخت رقية تسأل عن دور المرأة الداعية هل هناك مؤهلات لا بد أن تحصل عليها المرأة وما الأثر الذي لا بد أن تسعى إلى طبعه ووجوده في المجتمع المرأة لها تأثير كبير وبإمكانها أن تحول المجتمع أو تحول ما حولها أو تحول على الأقل أسرتها من حال إلى حال فبقدر ما تكون المرأة يعني ذات عزيمة يكون تأثيرها تأثيرا كبيرا تأثير المرأة ليس بالأمر الهيين فعلى أي حال نحن نرى من شواهد ذلك كيف استطاعت امرأة أن تربي ولدها تربية حتى جعلته نموذجا ما بين أسرته خرج عن الأسرة تماما وخرج عن طبائعها وعن تربيتها وعن تقاليدها وعن أحوالها إلى النقيض من ذلك وهي أم أمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بنت عاص بن أمر بالخطاب أمها صاحبة القصة عندما مر الفاروق رضي الله تعالى عنه وسمع امرأة تقول لابنتها قومي وامذق اللبن فقالت لها بنتها إن أمير المؤمنين قد نهى عن ذلك فقالت من أين لأمير المؤمنين أن يعلم بفعلك قالت إن ربه هو العليم إن كان هو لا يعلم فأعجب بهذه الفتاة وسأل عنها هل هي متزوجة أو غير متزوجة فلما تبين له أنها غير متزوجة أمر ابنه عاصما أن يتزوجها وقال إني لأرجو أن تلد من يملأ الأرض عدلا بعد أن تملأ الجورا فولدت أمر بن الخطاب فولدت ولدت تزوجها هي ولدت منتا وتزوجها عبد العزيز بن مروان ولدت له أمر بن عبد العزيز وفعلا كان ذلك كما كما قال أحد الناس الذين أرسلهم أرسلهم بن أميه لإقناع أمر بن عبد العزيز أن ينثني عن طريقه إلى ما يريدونه فأعياه الأمر ولما أعياه الأمر رجع عليهم فقال لا تلوموا إلا أنفسكم فقد نكحتم في آل الخطاب فجاءتكم بأمر بن الخطاب ملفوفا في ثيابه يعني هذه ربته كانت تربيه على سيرة أمر بن الخطاب تبين له كيف كان أمر بن الخطاب وكيف كان عدله وكيف كان استقامته وكيف رشده وكيف رفقه بالفقراء والمساكين وكيف شدته على المتكبرين والمتسلطين كيف كان أمر بن الخطاب كيف كان رحيما بالمؤمنين وشديدا على أعدائهم الكافرين والمنافقين والفاسقين فتأثر بهذا الطابق وبدأ أولا بالفجرة البني أمية من أسرته غير أحوالهم وحرس على أن يردهم إلى الحق وهم كارهون هكذا كان تأثير المرأة فالمرأة دورها ليس بالدور الهيين وربما يتزوج الرجل غير المستقيم المرأة المستقيمة وبقدرتها وحنكتها وخبرتها تستطيع أن تؤثر عليه وتقلب حاله وهذا شاهدنا في كثير من النساء كثير من الرجال استقاموا بسببهم فقضية المرأة ليست بالقضية الهيينة تأثيرها تأثير كبير ولربما كلمة من قبل المرأة يكون لها تأثير على على أكثر من شخص تأثير منقطع النظير فلذلك أنا أقول بأن المرأة عليها أن تستفرغ وسعها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولا تنسى أن هذا هو ما يناط به إيمان المؤمنين والمؤمنات وتناط به الولاية ولاية بعضهم لبعض والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله تستطيع المرأة في محيط أسرتها أولا أن تبدأ الدعوة سواء بالنسبة إلى أمها وأبيها وإخوتها وأخواتها ثم بعد ذلك تتوسع في محيط الأسرة شيئا فشيئا وعندما تتزوج أيضا بالنسبة إلى الزوج وعندما يولدها أولاد تحرص على ترمية الأولاد هذه الترمية السليمة ترمية الاستقامة والرشد ثم بعد ذلك بالنسبة إلى إلى المجتمع من حولها وبالنسبة إلى الأمة يميعا كم من نساء يمكنهن في هذا الوقت أن يكتبن مقالات من خلال وسائل الاتصال الجديدة ويبدين رأيهن بصلابة وبإيمان وبإيمان وبثقة بالله سبحانه وتعالى كما كانت النساء المؤمنات في سالف الأهود وبهذا يتحول المجتمع بإذن الله تعالى من الشر إلى الخير ومن الفساد إلى الصلاح بحول الله سبحانه وتعالى المرأة أيضا بنفسها تحتاج إلى أسئلة كثيرة وهنا معنا سؤال إن شاء الله نتركه للحلقة القادمة تسأل فيه الداعي الأخت عزة العسرية أيضا عن خصائص ومميزات البيئة التي نشأت فيها الشيخ عايشة الريامية ماذا كانت تحمل تلك البيئة من مقومات ومن خصائص حتى نشأت فيها بإجراد العالمة تتبع تاريخها ومعرفة تاريخها سيكون في الحلقة القادمة إن شاء الله بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأسئلة تتعلق بموقف الداعية من متغيرات العصر وكيف يتفاعل معها شكرا لكم سماحة الشيخ عزائنا الكرام نشكر وإياكم سماحة الشيخ الجليل العلامة أحمد بن حمد الخليدي المفتي العام للسلطنة كما نشكركم أيضا على حسن استماعكم وكما طلب من الشيخ وهذا هو ما يقتضيه الموضوع أيضا ستكون حلقتنا القادمة امتدادا لهذا العنوان حتى نخرج بحول الله تعالى برؤية متكاملة حول ما يجب أن يكون عليه الداعية في هذا العصر شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور من العلم يستهديه يهديني غيم من الفكر يستسقيه يسقيني أمدت مني سؤالا نحو طلعته حتى جرى النور في شرح وتلقيني هنا سنعمر دنيانا ونسلحها ونعتري الخلد حيث الفقه في الدين هنا تجلت بأهل الذكر معرفة كطلعة الشمس في كل المياد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر